و للمزيد مشاهدين انضموا لينا هاتفين السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق معالي السفير نرحب بك عبر شاشة التلفزيون المصري واليوم نتحدث عن زيارة مهمة لرئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام تابعنا المؤتمر الصحفي التي تم فيه الإشارة إلى العديد من الموضوعات التي تمت مناقشتها بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة ميتا فريدريكسن كيف تبعت المؤتمر الصحفي وهذه الموضوعات التي تمت مناقشتها حضرتك خليني أشير إلى أولا دي الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة وزراء الدنمارك لمصر والعلاقات المصرية الدنماركية شهدت طفرة متميزة للغاية في أعقاب تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحط في يونيو 2014 العلاقات المصرية الدنماركية هي علاقات متميزة للغاية وده في إطار عضوية الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ونحن كلنا نتذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر هناك تعاون وسيط بين مصر وبين الدنمارك وخلينا حركة أشير إلى أن حجم العلاقات التجارية بين مصر والدنمارك حوالي 27 مليار جنيه مصري والاستثمارات الدنماركية في مصر حوالي مليار دولار الاستثمارات الدنماركية في مصر في مجالات الأدوية صناعات الغذائية النقل الشحن البحري والبرمجيات والمنتجات الزراعية والطاقة وصناعة الأدوية وهناك تعاون واثيق وكبير جدا بين وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس وبين أكبر مجموعة شركات للشحن البحري في العالم وهي مجموعة شركة ميرسك العالمية للشحن التي تتطلع إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار اهتمام فياته بدجوماسية التنمية الاقتصادية خلال المباحثات اليوم وابتماح ياته مع رئيسة وزراء الدرمارك كان حريص كل الحرص على الإشارة إلى تطلع مصر إلى جذب زيادة الاستثمارات الدرماركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتأكيد على الحوافظ والامتيازات التي تقدمها مصر للشركات والمستثمرين الأجانب من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات التنموية في مصر الدرمارك أشادت بتجربة المصرية الرائدة في وقص الهجرة غير الشرعية من مصر اعتبارا من سبتمبر 2016 هناك تعاون وثيق بين مصر والدنمارك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول للطاقة الخضراء وخليني حضرتك أشير إلى الاستفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الكهرباء المصرية ووقالة الطاقة الدنماركية في 29 أغسطس 2020 في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة هناك مجالات كثيرة للتعاون بين مصر والدنمارك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والاستصالات والريء والموارد المائية والتعاون في مجال الطاقة وهنا حضرها خليني أقول أن مصر لعبت دور كبير وقدمت مساعدة كبيرة للدول الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي في أعقاب الأزمة الأوكرانية الروسية التي اندلعت فيه 24 فبراير العام الماضي الدنمارك نحن نتطلع للاستفادة منها في مجالات النقل والشحن البحري وصناعة الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولازم نعرف أن الدنمارك تنتج جزاء أكثر من مرتين من إجمال إحتياجاتها الغذائية فهناك مجال أيضا للتعاون مع الدنمارك في مجال الغذائية نحن نتطلع والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدنمارك إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية القائمة بين مصر والدنمارك خلال الفترة القادمة هذا من جانب تاني الدنمارك تعمل على تأييد السياسات والمواقف والقضايا المصرية داخل اجتماعات الاتحاد الأوروبي نعم أهم الملامح هذا التقارب في وجهات النظر وتنسيق المواقف إذا القضايا الدولية كما أشرت معالي السفير يعني من الأهمية في مكان الإشارة إلى التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني بين مصر والدنمارك في هذا الشأن والتعاون في مجال مكافحة التغيرات المناخية وهنا لابد من الإشارة إلى أن مصر بحكم رئاسيتها لكوب 27 واهتمام الدنمارك ومصر بالتغيرات المناخية والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فهناك تعاون وثيق بين مصر والدنمرك في هذا المجال هذا فضلا عن التعاون الوثيق بين مصر والدنمرك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإحنا هنا لابد بالإشارة إلى أن الدنمرك تنتج 27% من احتياجاتها من إجمال الطاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية وهناك مجال كبير للتعاون بين مصر والدنمارك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال الغذاء خلال الفترة القادمة والتعاون في مجال الأدوية والرعاية الصحية بين مصر والدنمارك هذا فضلا عن التعاون الوثيق بين وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس والدنمارك من خلال شركة ميرتك في مجالات الشحن والنقل البحر نعم هي زيارة مهمة ولها أبعاد أكثر أهمية السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة